مرحبا بكم من جديد في قناة مساء الأخبار نعود معكم لاستكمال سلسلة التوقعات المتبقية لليلى عبداللطيف للدول العربية للأشهر القادمة من العام الحالي 2024 والعام الجديد 2025 لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو وهيا نبدأ أولا بتوقعات ليلى عبداللطيف قالت ليلى إن سوريا في عام 2025 ستشهد مبادرات إقليمية تتجاوز إمكانياتها وستشهد أيضا زيارات رئاسية خاصة على مستوى الدول ومن أهم هذه المبادرات والزيارات ستكون بين السعودية وسوريا هذه الزيارات واستعادة العلاقات الدبلوماسية ستؤثر على سوريا وتركيا وسنشهد اجتماعا بين الرئيس بشار الأسد والرئيس أردوغان من خلال هذه الزيارات أرى أن السلام سيزداد ويتوسع على الحدود التركية السورية مما سيؤدي إلى انسحاب مفاجئ للقوات العسكرية التركية من بعض المناطق في شمال سوريا ما يضع المعارضة السورية وبعض الجهات المسلحة في حالة من الحيرة والارتباك تصل إلى حد الاستسلام سوريا التي تعاني اليوم أرى أنها تقترب من أبواب الفرج هذا العام سنرى المنظمات الدولية تعود لتقديم المساعدات والقدرات لزراعة القمح في سوريا بعد أن توقفت لفترة طويلة مما سيؤدي إلى زيادة في إنتاج محاصيل القمح والتي ستشكل مصدرا مهما لمعالجة أزمة القمح والخبز في سوريا جميع الأعين مع وسائل الإعلام ستكون موجهة نحو مدينة إدلب ودير الزور السورية بسبب تسارع الأحداث والثورات وحلولها حتمية وستشهد لمشمل بين الأشقاء والعائلات السورية وجميع المناطق ستكون حديث الناس لفترة من الوقت ستملأ الفرحة باللقاء والعناق شاشات الإعلام أرى حلا وتقدمات واسعة في الحدود التركية السورية وذلك بسبب مبادرة وتفاهم يجمع بين الرئيس الأسد والرئيس أردوغان مما يجعلني أرى وأقول إن مناطق السلام الخير البركة والأمان ستعود إلى سوريا وإلى الأرض وأرى أن أحداث طارئة ستحدث تجعل تركيا في حالة طوارئ مصحوبة بنشر واسع لقوات الأمن التركية في معظم الشوارع والمدن وخاصة في مدينة اسطنبول التي أراها في مركز الحدث أنصح الرئيس التركي أردوغان وأقول له أن يولي اهتماما كبيرا لأمنه وصحته في المرحلة المقبلة أرى اجتماعا ثلاثيا بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين والرئيس السوري بشار الأسد هذا الاجتماع الرئاسي سيجمع سوريا وتركيا في نفس الجانب السياسي والأمني كتحذير للمرحلة القادمة خصوصا فيما يتعلق بالمسألة الحدودية بين سوريا وتركيا جولة عربية واسعة سيقوم بها الرئيس أردوغان تشمل عدة دول وهذه الدول على وشك تصعيد كبير مع اليونان سيؤدي إلى بدء أزمة خطيرة بين الدول بين سوريا وتركيا خلال هذا العام بسبب التغيرات المناخية القادمة في مصر توقعت ليلى عبداللطيف أن مصر ستدخل خلال المرحلة القادمة في جميع أنحاء العالم العربي من خلال المصالحات القادمة والتعاون والحوار ومن هنا سنرى الرئيس السيسي يزور أيضا العراق سيزور الرئيس تركيا ودولا أخرى وستكون المحطة الأهمة في مصر بين الرئيس السيسي وولي العهد محمد بن سلمان سنراهم معا في المرحلة التالية يدا بيد أمام جميع الخلافات العربية لمواجهة جميع العقبات والصعوبات والبدء في حل المشاكل العربية من جميع الأنواع أرى أن الرئيس المصري يضع قانونا للجرائم خاصة جرائم القتل الوحشي يعود مرة أخرى إلى الطاولة وسنسمع عن إصدار قانون صارم وصارم للغاية فيما يتعلق بهذه الجرائم مع تعليمات مباشرة من الرئيس لمكافحة هذه الجرائم بيد من حديد وجعلها مثالا لكل من يخطط أو يفكر في اللجوء إلى القتل بغض النظر عن الأسباب أو تحت أي ظروف أو شروط من خلال هذه القوانين الجديدة والصارمة أرى أن معدل هذه الجرائم في مصر سينخفض في السنوات المقبلة بشكل ملحوظ وبارز خلال المرحلة المقبلة ستكون مصر شاهدة على افتتاح أسطوري لاحتفال بارز يتجاوز مواصفات المهرجان ويبهر توقعات العالم سنشهد بروز شخصية عراقية جديدة وقيادية تلمع في العراق خلال المرحلة القادمة هذه الشخصية القوية ستقود العراق نحو مرحلة الحلول والاستقرار وسينضم إليها الجيش العراقي بقيادة عراقية قوية وجيش عراقي أقوى وستحظى هذه الشخصية القيادية الجديدة في العراق بدعم ومساندة من عدة دول على رأسها السعودية ودول الخليج مع كل هذه الأحداث القادمة سيشهد العراق طاولة حوار تجمع القادة والأحزاب العراقية وكذلك القادة العرب والمصريين والسعوديين بسبب حدوث حدث مؤسف وهام على الأراضي الفرنسية في العراق رئيس أو زعيم سياسي بارز وفقاً لما أراه للأسف يفقد أحد أفراد أسرته بسبب حادث غريب ومفاجئ فضيحة تلوح في الأفق ستؤثر على بعض الشركات الطبية التي تستورد لقاحات الأطفال في العالم ستصل أطراف هذه الفضيحة الكارثية إلى أبواب العدالة والقضاء والسجن في عدة دول كتلة من النار تتألق في السماء في إحدى الدول بسبب انفجار طائرة كانت تقل شخصية بارزة وهامة وليس من المستبعد أن تكون هذه الشخصية تابعة لأحد الرؤساء أو القادة في العالم الشهر الثالث من العام الجديد 2025 سيشهد حدثاً مهماً يشمل اسم رئيس بارز هذا حدث مؤسف جداً لإحدى الدول أرى هروباً جماعياً من السجون العربية أو الأجنبية عندما تنتشر الأخبار بين الجمهور عن هذا الهروب سنكتشف أن معظم السجناء الهاربين هم أعضاء في بعض الجماعات المعروفة توقعات عمان تشمل حركة دبلوماسية نشطة في عام 2025 تشمل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وبسبب الأحداث العربية المهمة في المرحلة المقبلة سيتخذ السلطان هيثم بن طارق قرارات حكومية مهمة في العام الجديد 2025 بما في ذلك زيادة الرواتب وتصحيح أوضاع السكن والمعيشة لجميع المواطنين في سلطنة عمان سنرى أيضاً افتتاح مطار جديد في عمان بمواصفات هندسية أكثر حداثة مع حلول العام الجديد 2025 سيصدر السلطان العماني قراراً بالعفو عن بعض السجناء في السلطنة الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة أو جسيمة خاصة بين كبار السن أخيراً سنشهد للمرة الأولى حضوراً نشطاً ومهماً لسلطنة عمان في لبنان وفي بعض الدول العربية والذي سيحدث فجأة بسبب الأحداث المهمة أما الكويت فستشهد أزمة سياسية داخلية في عام 2025 لكنها ستكون أزمة عابرة ولن تؤثر على استقرار الحكم في الكويت ومن المتوقع صدور قرار كويتي في عام 2025 من أمير الكويت بهدف إنهاء مشكلة البدون مع صدور مراسيم حكومية تمنح الجنسية الكويتية لجميع من يستحقها على أرض الكويت وخاصة الكويتيين البدون القيادة الكويتية الحكيمة والثابتة ستطلق حملة جديدة وواسعة النطاق ضد الفساد وستؤدي إلى حملة اعتقالات كبيرة تشمل شخصيات بارزة ومعروفة في الكويت قريبا سنشهد ميلاد تحالف جديد بين الكويت وروسيا والصين وسيحقق هذا التحالف وساطات مهمة ومصالحات بين عدة دول بما في ذلك دول الخليج كما توقعت ليلى عبداللطيف ظهور فيروس جديد مختلف عن كورونا بسبب الخفافيش مما سيضع العالم في حالة من القلق والذعر روسيا لن تكون بعيدة عن هذا الحدث حيث يهدد انتشار البعوض الأجواء الروسية بشكل غير مسبوق وسينتشر هذا المرض في ظاهرة تمتد إلى دول أخرى إحدى الدول ستصبح معزولة عن العالم بسبب انتشار وباء قاتل وخطير في قلب هذه الدولة ومن هنا أرى أن العالم سيواجه انتشار وباء جديد قد يكون له تداعيات مشابهة لأزمة كورونا سنشهد عودة الطلاب إلى النظام الدراسي عبر الإنترنت بين عامي 2024 و2025 سنواجه انهيارا كارثيا لبعض الحضارات خلال هذه السنوات وستختفي مدن كبيرة وسنشهد حيوانات مفترسة أو حشرات تهاجم البشر بطريقة إبداعية وخطيرة المشهد الذي سيتم عرضه على شاشات العالم سيكون قاسيا وخطيرا الصورة التي سنراها هي نيران مشتعل بين الناس وفوق الناس وكأنها صورة لمجزرة أو إبادة جماعية تشعل القلوب كل الأعين ستتجه نحو هول المشهد وستغرق حكومة تلك الدولة في الذعر والارتباك سيتم نشر بعض المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهز الناس وتتركهم بلا أنفاس ستنتشر الغبار النووي في السماء والهواء وستظهر وتختفي الأخبار المتعلقة بحدث حزين في عدة دول توقعات أخرى تشمل مشاهد خطيرة تنفجر في أحد البنوك أو المؤسسات المالية في بريطانيا مما سيؤثر على الأرباح ويؤدي إلى حالة من الركود في الاستثمارات منذ أواخر عام 2024 وحتى عام 2025 سيواجه العالم عدا تنازليا نحو مواجهة كارثة زراعية خطيرة ستؤدي إلى أزمة مجاعة عالمية بسبب نقص المياه والجفاف الشديد هنا أوجه نداء وأحذر جميع الدول والشعوب حول العالم من ضرورة العمل والانتباه إلى المواسم الزراعية وخاصة زراعة القمح بكميات كبيرة تحضيرا لمواجهة الأزمة الغذائية والمجاعة المقبلة توقعات البحرين تشير إلى أن البحرين ستكون على موعد مع اكتشاف آبار نفط جديدة مدهشة واكتشاف مصادر غاز طبيعي ستؤدي إلى ثورة نفطية جديدة في تاريخ البحرين سيعلن ملك البحرين عن هذا الاكتشاف المهم من خلال بعض الشخصيات المخلصة والصادقة وأرى وجود مؤامرة حول الملك أو خيانة من أقرب الأشخاص إليه هؤلاء الأشخاص سيتم اعتقالهم وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم هنا أوجه كلامي إلى ملك البحرين وأقول له إن البحرين وشعب البحرين في أمس الحاجة إليك في هذه المرحلة أدعوك إلى الانتباه الشديد أما بالنسبة لتوقعات الجزائر فستكون المدارس والجامعات الجزائرية حديث وسائل الإعلام بسبب تغيير شامل ومهم في المناهج الدراسية سيؤدي هذا التغيير إلى حالة من الارتباك في صفوف الطلاب كما سيؤثر هذا التغيير أيضا على القطاع الحكومي بزيادة الأجور مما سيجلب رضا عدد كبير من المواطنين بقرارات الحكومة الجزائرية سنشهد أيضا بداية توتر في العلاقات بين المغرب والجزائر مما قد يؤدي إلى حدث مؤسف بين البلدين ستلعب الجزائر دورا دبلوماسيا وسياسيا مهما في عام 2025 في الساحة الليبية وستسهم في تسهيل الحلول لإنهاء الحرب والصراع في ليبيا أما المغرب فسيشهد ثورة إصلاحات واسعة تترافق مع تغيير في الحكومة المغربية وبعض المناصب الحساسة سيتم إصدار قوانين جديدة ستكون في مصلحة المواطنين والموظفين والعمال في جميع أنحاء المغرب خلال السنوات المقبلة قد يستضيف المغرب حدثا رياضيا دوليا ولا أستبعد أن يكون جزءا من بطولة كأس العالم حيث أراه بوضوح في المستقبل سواء قريبا أو في وقت لاحق توقعات تونس تشير إلى أن الأشهر الأولى من عام 2025 ستكون صعبة وحساسة للغاية على الساحة التونسية حيث ستشهد البلاد مشاهد من التخريب والفوضى والاحتجاجات الواسعة التي تطالب بالتغيير والعدالة والاستقرار لكن بعد هذه الفوضى التي سنراها على أرض الواقع ستبدأ مرحلة من الهدوء والاتفاق بين الأحزاب السياسية التونسية سيتم تشكيل حكومة مستقرة تؤدي إلى تعاون كامل بين القادة والأحزاب والشعب لتحسين جميع الظروف السياسية والمعيشية ومن هنا أرى أن تونس ستتجاوز الصعوبات وستعود إلى دورها العربي الفعال وإلى صورتها كتونس الخضراء التي كانت محطة اهتمام العالم وبلدا رائدا في مجالات السياحة والحضارة أما قطر فستشهد احتفالا عالميا غير مسبوق تكريما لأميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني تكريما باسم جميع المواطنين العرب الذين شعروا بالفخر بهذا الإنجاز ستكون قطر خلال المرحلة المقبلة على أعتاب ثورة سياحية غير مسبوقة وسنشهد تدفق الوفود السياحية إلى قطر خاصة من مواطني الدول العربية وستبدو قطر وكأنها تعيش عرسا جديدا في النمو والازدهار أرى أيضا قرارا مفاجئا من قطر بفتح أبوابها لاستقبال جميع طالبي اللجوء السياسي من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الأديان بطريقة مدروسة وقانونية سنشهد وفدا قطريا يزور سوريا مرة أخرى بشكل مفاجئ مما يفتح الطريقة لتبادل الزيارات بين قطر والرئيس الأسد أرى مصالحة وتقدما بين سوريا وقطر سيؤديان إلى علاقات جديدة وتفاهمات فعالة تصب في مصلحة البلدين القضية الأهم التي يجب التركيز عليها في المرحلة القادمة هي أن أمير دولة قطر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكونون في مركز لمش شمل العربي وإنهاء الخلافات والتوقعات تشير إلى إعادة توحيد كاملة للبنان بالنسبة لتوقعات لبنان سنشهد غياب أسماء بارزة ومصارف لبنانية مرموقة عن الساحة المصرفية بسبب حدوث اندماج بين هذه المصارف وغيرها بقرار من البنك المركزي هذا الإجراء أو القرار المتعلق بعملية الاندماج سيفتح أبواب المساعدات الدولية للبنان بقيادة صندوق النقد الدولي سيظهر الصراع في لبنان بوجوه جديدة وستنتشر شائعات وتسريبات عن نوايا أجنبية لتطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل بهدف خلق حالة من الفوضى والارتباك في الأشهر القادمة من العام الجديد سنشهد بداية لمصالحة بين الأحزاب والطوائف اللبنانية وسيكون هذا الحدث كبيرا وتاريخيا أرى أن فجر المصالحات سيضيء سماء لبنان قريبا ومع ذلك سيتم نشر رجال مسلحين في بعض المناطق والشوارع داخل وخارج بيروت في محاولة لإثارة موجة من القلق والخوف بين الناس والجيش أسعار العقارات في لبنان ستشهد انخفاضا مرعبا وهبوطا حادا للغاية خلال المراحل القادمة سنشهد في لبنان ثورة بيضاء تتعلق بتطورات وتغييرات كبيرة وسنشهد عودة أسماء بارزة إلى الساحة مرة أخرى مما سيجعل الشارع السني يستعيد قوته السياسية والشعبية بشكل بارز ومهم سيكون لهذا تأثير كبير على القرارات الوطنية والانتخابات القادمة حالة من الفوضى والارتباك سنراها تنتشر عند أبواب إحدى المؤسسات الحكومية في لبنان مما سيؤدي إلى ظهور نزاعات بين الأفراد داخل وخارج هذه المؤسسة مشكلات الأدوية الفاسدة ستعود إلى الظهور في البلاد وستحدث فضائح كبيرة على أبواب المستشفيات وزير الصحة سيتدخل ويأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث أزمة نقص الأدوية ستكون أكبر الأزمات التي تشهدها لبنان خاصة عندما تنكشف الأسباب وراء نقص أو فقدان الأدوية الهامة في الصيدليات سنشهد تدخل القضاء وسيطالب نقابة الأطباء بمحاكمة جميع المتورطين في هذه المشكلة الإنسانية أرى أن الاحتجاجات والمطالب العالمية ستصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سيخرج الموظفون والعمال في احتجاجات ضد الأجور المنخفضة مما سيؤدي إلى شلل مؤقت في مطار بيروت أرى أن رئيس مجلس الإدارة سيتدخل ويبذل جهودا كبيرة للوصول إلى مفاوضات مع الموظفين بهدف الحفاظ على استمرارية المطار كمركز حيوي للتنظيم والازدهار السياحي في المرحلة القادمة ستسعى الحكومة لتلبية مطالب العاملين كما سيكون نبيه بري في قلب هذا الحدث بشكل بارز وفعال وستكون وزارة المالية حاضرة للتوصل إلى حلول بشأن قضية الأجور بالنسبة لتوقعات ليبيا فإن حكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا ستتعرض لأحداث سياسية مهمة في عام 2025 بسبب ظهور قضايا فساد غير مسبوقة مما سيؤدي إلى سقوط الحكومة وتدخل القضاء الليبي كما سينتهي دور أحد أبرز المحافظين الليبيين خلال هذا العام وسنشهد وسائل الإعلام تهاجم حاكم العاصمة الليبية طرابلوس بسبب مواضيع دقيقة وحساسة أرى شخصية رياضية واقتصادية بارزة من ليبيا تلعب دورا مهما ومؤثرا في الساحة السياسية الليبية خلال المرحلة المقبلة أرى هذه الشخصية تتولى دورا قياديا نشطا وتتقلد إحدى المناصب المهمة في ليبيا ستواجه بعض المدن في شرق ليبيا نهضة عمرانية هامة بفضل هذا الدور القيادي أحد كبار المسؤولين وأبناء خليفة حفتر سيكون عرضة لمحاولة اغتيال ولكنه سينجو منها الساحة الليبية ستشهد العديد من الظواهر الخطيرة التي تترافق مع مشكلات الفساد وانتشار المخدرات وحبوب الهلوسة وستصبح هذه المشكلات واسعة النطاق مما سيؤدي إلى انتفاضة شعبية ضخمة تحدد مسار العملية السياسية في ليبيا خلال المراحل القادمة أرى أنه إذا لم تتوحد حكومة الشرق وحكومة الغرب في ليبيا فإن ليبيا ستكون مهددة بانقسام كبير وسيصبح الوضع الليبي في غاية الخطورة كما أرى أن سيف الإسلام القذافي سيعود إلى الواجهة مجددا بخطاب الناري وسيحظى بتعاطف كبير من الشعب الليبي أما السودان فسيواجه السودان مرحلة مليئة بالأحداث العميقة والمهمة الوضع سيكون صعبا للغاية والحكومة العسكرية في السودان مهددة بالانهيار نتيجة هذه الأحداث المتوقعة بعد كل الصعوبات والمعاناة والتضحيات سيأتي التغيير للسودان بالسلام والأمان خلال المراحل المقبلة بالنسبة لتوقعات السودان فإن الحكومة العسكرية السودانية كما ذكرت سابقا ستواجه تهديدا بالانهيار بسبب الأحداث المتوقعة ولكن بعد كل الصعوبات والمعاناة ستشهد السودان تغييرات إيجابية وستبدأ مرحلة جديدة يسودها السلام والأمان الشعب السوداني سيشهد استقرارا بعد مرحلة طويلة من التحديات والصعوبات إجمالا فإن التوقعات لعام 2025 تشير إلى تغييرات كبيرة في العديد من الدول العربية مع تحقيق تقدم في بعض الدول واستمرار التحديات في دول أخرى شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو وتحياتي للمتابعين الكرام من قناة مساء الأخبار وشكرا لكم على المتابعة